خلينا كده لو احنا اول مرة نتقابل عرفك بنفسي سريعاً انا اسمي شهاب خلف في الاساس انا دكتور صيدالي بشتغل في المجال اللي حضرتك هتتعرف عليه النهاردة ان شاء الله بالتفصيل بقى لي تقريباً حوالي 12 سنة وليه كل الشرف ان انا موجود مع حضرتكم في الميتنج ده طيب باختصار جداً الميتنج ده عبارة عن ايه علشان تبقى عارب بالزبط الـ 45 ديئة اللي جايين ايه اللي هيحصل فيه الميتنج ده هو حاجة اسمها Business Opportunity Meeting او عرض لفرصة عمل من الاخر كده حضرتك تم دعوتك الميتنج ده فيه حد ممكن تكون علاقة كبير قوية او متوسطة او حتى علاقة ضعيفة جداً وتكلم معاك ان فيه بيزنس او مشروع تقدر تشتغله من خلال الانترنت ومن خلال الموبايل بتاعك وعشان كده انت موجود في الميتنج ده طيب ازاي اقدر استفيد الاستفادة القصوى بهذا الاجتماع لان فعلياً الفرصة اللي هتتعرف عليها دلوقتي كان لها دور وسبب بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لتغيير حياتي وحياة آلاف من البشر على مستوى العالم فعشان كده مش هتقدر تستفيد بالميتنج ده الا لو عملت الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي رقم واحد حاول توصل نفسك باقوى مصدر للانترنت علشان الصوت ما يقطعش او ما يكونش فيه اي مشكلة رقم اتنين ياريت يكون معاك ورقة وقلم علشان تكتب كل الحاجات اللي انت هتعرفها وهتستفيد بها دلوقتي ولو ظهر لك سؤال اكتبه عندك في الورقة اللي قدامك في خلال الميتنج ان شاء الله اوعدك ان احنا هنجاوب لك على كل اسئلتك من غير ما تسألها خالص رقم تلاتة يفضل انك انت تكون قاعد في مكان هادي سماعات فودانك افصل عن اي حاجة حواليك اقفل السوشيل ميديا خليك فاتح ابليكيشن الزوم بس لان فعليا خليك متأكد ان العالم لن ينهار في غيابك في خلال الخامسة واربعين ديئة اللي جايين لكن الخامسة واربعين ديئة دول ممكن يغيروا حياتك بنسبة مية في المية لو انت كنت مركز واتعرفت على الفرصة دي بمنتهى التركيز والوعي اللي في الدنيا طيب خلينا كده نبدأ مع بعض وخليني اشير مع حضراتكم الاسكرين وهبدأ من السلايد دي ويمكن السلايد دي كان ليها دور كبير جدا في تغيير طريق التفكيري بنسبة مية في المية الموضوع ببساطة جدا ان انا قريت كده كتاب من زمان الكتاب ده اسمه ريتش داد ام فور داد نصيحة الاب الغني ونصيحة الاب الفقير وكان بيتكلم فيه الكاتب اللي هو اسمه روبرت كيوزاكي بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان اي حد بيشتغل في الدنيا في اي حاجة هو نوع من الاربع انواع وعايزك كده تدور على نفسك انت موجود في انهي النوع اول حاجة الموظف الشخص ده بيبدل مجهوده بفلوس بيشتغل وقت معين من اليوم سيء مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 5 كل يوم واخر الشهر بياخد الراتب او المهية بتاعته على حسب بتسميها ازاي؟ الفكرة كلها ان عمر ما الموظف بيبقى صاحب المكان اللي هو بيشتغل في عمرك ما هتلاقي مثلا موظف في بنك بعد عشرين سنة بقى صاحب البنك ما بتحصلش رقم اتنين او واحد عنده مشروع صغير فهو مدير نفسه واحد كده قرر انه هو يتطور شوية عن الوظيفة جمع شوية فلوس فتح صيدلية فتح مطعم ايا كان الفكرة كلها بيقولك ان المشاريع الصغيرة للأسف صاحب المشروع هو اللي بيكون متحمل كل المخاطرة وكل الخسائر المحتملة يعني مثلا وقت الكورونا الناس اللي كانت فتحة مطاعم او كافهات الناس دي تحديدا هم اكتر ناس اضروا وخسروا وما فيش اي حد عوضهم وعشان كده روبرت كيوساكي كان بيسمي الناس اللي هم موجودين في الناحية الشمال سواء الموظفين او الناس اللي عندهم مشاريع صغيرة بيسميهم ان هم الناس اللي بيشتغلوا عشان الفلوس طيب هو مش المفروض كل الناس بتشتغل عشان الفلوس انا كنت فاكر كده في الاول لحد ما تعرفت على ابعاد تانية خالص للبيزنس او المشاريع النوع التالت هو البيج بيزنس اونرز او اصحاب المشاريع الضخمة الناس دي مش بتشتغل عشان الفلوس يعني ايه الكلام ده تخيل كده حضرتك دخلت مثلا تاكل في كنتاكي مثلا اوكي فانت دلوقتي لو دخلت كنتاكي عمرك ما هتلاقي صاحب التوكيل في الدولة اللي انت موجود فيها هو اللي واقف في المحل اللي انت هتاكل فيه هو فعليا رجل اعمال عنده سلسلة مطاعم وفيه موظفين كتير جدا جدا فهو مش بيبدل وقته بفلوس هو لو قعد شهور ما ينزلش المحلات بتاعته كده كده الشغل هيستمر عادي جدا جدا بس طبعا ده اكيد بيحتاج راس مال كبير وانا ما كانش عند القدرة دي زمان ان انا اعمل حاجة زي كده والنوع الاخير او النوع الرابع هو الانفستور او المستثمرين الناس دي بيبقى عندها مجموعة من المشاريع الكبيرة فاكيد ما عندهمش مشكلة خالص في موضوع الفلوس ولا عندهم مشكلة في موضوع الوقت وبالتالي الناس اللي موجودين في الناحية اليمين هم مش بيبدلوا وقتهم بفلوس مش بيشتغلوا عشان الفلوس الناس دي قدروا ان هم يبنوا حاجة معينة بتخلي الفلوس تشتغل عندهم وعشان كده كانت نصيحة الاب الغني لابنه ما تشتغلش عشان الفلوس خلي الفلوس تشتغل عندك الفكرة كلها ان الكلام النظري كلام سهل جدا جدا وانا لما قاريت الكتاب ده زمان بصراحة عجبتني الفكرة اللي هو الله انا نفسي اخلي الفلوس تشتغل عندي بس ما كنتش عارف اقدر اعمل الحاجة دي ازاي لحد ما اتعرفت على المجال اللي هكلمك عنه دلوقتي بالتفصيل وقدرت الحمد لله بخلال من سنتين لتلات سنين ان انا اكون من شخص بيشتغل عشان الفلوس احول حياتي واقدر اخلي الفلوس بتشتغل عندي في خلال سنتين تلاتة طيب ايه هو المجال ده المجال ده هو عبارة عن مزيج ما بين حاجتين عبارة عن حاجة زائد حاجة ايه الحاجتين دول رقم واحد شركة امازون صاحب شركة امازون هو مين هو جيف بيزوس جيف بيزوس واحد من اغنياء العالم عمل ايه جيف بيزوس ببساطة جدا هو عمل حاجة اسمها براودكت ناتورك يعني ايه براودكت ناتورك يعني عمل شبكة من المنتجات من الاخر كده عمل موقع اسمه امازون فيه ناس عايزة بيع منتجات عرضت المنتجات دي على موقع امازون وبدأ ان فيه مستهلكين يدخلوا على امازون فيلاقوا المنتجات اللي هم عايزينها فيشتروها فبقت العلاقة ما بين البايع والشاري بتتم من خلال أمازون طيب واحد تاني زي مارك زاكر بيرج مؤسس الفيسبوك واحد من أغنى أغنياء العالم هو عمل حاجة اسمها سوشيال ناتورك يعني ايه سوشيال ناتورك يعني عبارة عن موقع اللي هو الفيسبوك بيضم المعارف والعلاقات حضرتك بتدخل على الفيسبوك علشان تبدأ تتواصل مع الناس اللي حواليك وتبدأ تعرف أخبارهم فالفيسبوك بدأ إن هو يجمع أو يربط الناس ببعض طيب المجال بقى اللي أكلمك عنه دلوقتي هو حاجة جمعت ما بين أمازون والفيسبوك حاجة اسمها برودت سوشيال ناتورك يعني ايه ببساطة جدا المجال ممكن يكون فيه ناس كتير سمعت المصطلح ده قبل كده حاجة اسمها افليت ماركتنج يعني ايه افليت ماركتنج هو عبارة عن تسويق المنتجات والخدمات من خلال شبكة العلاقات والمعارف يعني ببساطة جدا دلوقتي بقى فيه شبكة علاقات ومعارف وبقى فيه منتجات أو خدمات اللي هما أمازون والفيسبوك اتجمع الاتنين مع بعض وتعمل مجال اسمه أفليت ماركتنج الأفليت ماركتنج ببساطة جدا جدا حضرتك تقدر إنك إنت تستخدم خدمة معينة من شركة أو منتج أي إن كان وتبدأ إنك إنت تتكلم مع الناس اللي حواليك عن الخدمات أو المنتجات دي ومن خلال كده بيحصل لك أرباح وعايز أقول لك إن حتى دلوقتي الشركات الكبيرة جدا جدا زي مثلا شركة جوميا زي شركة فودافون في مصر زي شركات تانية كتير بدأت تستغل قوة الأفليت ماركتنج وتبدأ تستخدمه كجزء من الاستراتيجية التسويقية بتاعتها طيب هكلمك دلوقتي عن واحدة من أقوى الشركات اللي بتشتغل في المجال ده على مستوى العالم كله وتعتبر دلوقتي هي رقم واحد على مستوى الشرق الأوسط اسمها إيه الشركة دي؟ شركة أمريكية اسمها جيفو كلمة جيفو معناها الحياة المناعمة واللي فيها وفرة يعني أوكي؟ طيب تعالى مع بعض كان نتكلم مين هم صحاب الشركة دي أو المؤسسين بتوع الشركة دي رقم واحد براد بويل ده الفاوندر والسي او بتاع الشركة ودوج ألن وجين ديلون الاتنين دول هم من أكتر الناس اللي شاركوا في تأسيس الشركة الحلو في الموضوع إن شركة جيفو مش بس عندها أفكار قوية جدا جدا هتعرفها دلوقتي كمان عندها الموقف المالي بتاعها قوي جدا جدا لأن واحد من الفاوندرز بتوع الشركة هو مات جارف مين مات جارف؟ ده اللي تشيرمان بتاع الشركة الشخص ده يا جماعة هو راجل بليونير أمريكي قبن عن جد عندهم شركة كبيرة جدا جدا في ولاية يوتا في أمريكا اسمها كين جارف واخدى أكتر من تمانية وعشرين براند عربيات باسمهم شركة جيفو هي واحدة من الشركات اللي تبع مجموعة كين جارف ده طبعا بيوضح لك حجم الشركة عامل إزاي؟ تعال مع بعض نشوف شركة جيفو دي بتقدم ايه بالزبطة أو ايه الخدمات اللي هي بتقدمها؟ بتشتغل في مجال السياحة ومجال السياحة لوحده حجمه سنويا واحد وثلاثة من عشرة تريليون دولار فأكيد لما الشركة تشارك في مجال زي كده دي حاجة ضخمة جدا جدا رقم اتنين مجال الصحة المنتجات اللي هي علاقة بصحة الإنسان وده مجال لوحده حجم المبيعات اللي بتتم فيه سنويا أكتر من ماتين وخمسين مليار دولار ورقم تلاتة جيفو يونيفورستي أو التعليم الإلكتروني كرصات في مجالات قوية جدا وتقريبا دلوقتي كل الناس بتدور على النوع ده من الكرصات علشان حاجات تقدر تستفيد بيها انك انت تكسب من خلال الانترنت ومجال التعليم الإلكتروني لوحده حجمه على مرتوى العالم واحد وتمانية من عشرة تريليون دولار سنويا وأخيرا مجال التداول أو مجال الفوريكس وده طبعا من غير ما نتكلم عليه هو واحد من أطخم المجالات على مستوى العالم كله حجم التداولات اللي بتتم يوميا مش سنويا على مستوى العالم ستة ونص تريليون دولار ودي حاجة من أقوى الحاجات اللي موجودة في شركة جيفو ودلوقتي هتعرف بالتفصيل كل حاجة رقم واحد مجال السياحة شركة جيفو عندها حاجتين بتقدمهم في مجال السياحة رقم واحد حاجة اسمها ترافل بورتل كلمة بورتل معناها بوابة ايه هو الترافل بورتل ده عبارة عن موقع حجز خاص بشركة جيفو بتقدر من خلاله انك انت تحجز فنادق على مستوى العالم كله اكتر من 165 الف فندق طيب ايه الميزة اللي موجودة فيه ان حضرتك بتقدر تاخد اسعار اقل من مواقع الحجز التقليدية زي بوكنج او زي اكسيبيديا او اجودا او حاجات تانية كتير نسبة الخصم بتتراوح ما بين من 5 في المية بتوصل لحد 40 في المية ده المتوسط وفي بعض الفنادق نسبة الخصم بتوصل لحد 75 في المية ممكن بعد ما نخلص كده هتلاقي الشخص اللي دعاك بعتلك امثلة كتير بالنسبة للدولة اللي انت موجود فيها او دول تانية كتير بيوريلك نسبة الخصم مقارنة تنبيه مواقع الحجزة او الحجزات التقليدية الحلو في الموضوع ان الشركة هنا مش بس بتديلك ارخص سعر هي كمان بتديلك ضمان لارخص سعر العقد اللي بينك وبين شركة جيفو بيدملك انك انت مش هتلاقي سعر اقل غير في جيفو ده اقل سعر انت تقدر تاخده ولو حصل ولقيت موقع تاني بيبيع او بيقدم لك الفندق ده بسعر اقل الشركة بترجع لك الفرق اللي انت دفعته وزيادة عليه 10 في المية اوكي طيب تعال اديك بعض الامثلة عندك مثلا فندق تريامف اللي موجود في القاهرة لو حجزت على مواقع الحجز التقليدية هتلاقي سعر الليلة 248 دولار لكن لما بتحجز من خلال جيفو بيبقى السعر 164 دولار فانت هنا وفرت 34% فندق زي فندق في دبي اوكي الفندق ده سعر الليلة 730 دولار لكن على جيفو سعر الليلة 421 دولار فانت وفرت 308 دولار في الليلة الواحدة بمعدل 42% اوكي طيب ايه السر ان جيفو بتديلك سعر اقل من مواقع الحجزات التقليدية انا في الاول كنت مستغرب طب ليه الشركة بتجيب سعر يعني قليل كده الموضوع ببساطة ان مواقع الحجز التقليدية مثلا زي بوكينج هو بيكسب من خلال الحجزات اللي حضرتك بتعملها هو ليه اتفاقات قملة مثلا اللي هو السعر الاقل يعني وبيدل حضرتك بسعر اعلى وهو بيكسب فرق السعر ده تمام طيب شركة جيفو بتتبع استراتيجية مختلفة تماما في التعاملات بتاعتها بمعنى ايه ان شركة جيفو هي بتديلك اقل سعر اللي هو السعر اللي بوكينج مثلا بياخد به طيب ايه مكسب الشركة اذا كان مش بتكسب في الحجوزات مكسب الشركة من الممبرشيب او العضوية بوكينج هو موقع حجز العضوية بتاعته مجانية فبيديلك السعر بيكون اغلى من السعر اللي هو بياخد به دي حاجة طبيعية جدا جدا بينما شركة جيفو بتقدم عضوية بايد او مدفوعة فبتديلك سعر اقل من اي موقع حجز تاني الحلو في الموضوع انك انت تقدر توفر كتير جدا من الموقع ده ده من ناحية من ناحية تانية لو انت حتى مش بتسافر كتير تقدر تكسب من خلال ان فيه ناس في دائرة علاقاتك بيحجزوا فنادق من خلالك يعني ايه الموضوع ده شركة جيفو بتقدم لك كده حاجة اسمها بري ترايل او تجربة مجانية يعني ايه حضرتك دلوقتي مثلا كوكيل في شركة جيفو وانت نفسك شخصيا مثلا مش بتسافر كتير فاللي بيحصل ان الشركة بتقول لك لو فيه اي حد في دائرة علاقاتك حابب ان هو يسافر فتقدر تبعث له لينج او رابط من خلال الحساب بتاعك اوكي وهياخد السعر بتاع الفندو اقل من المواقع التقليدية وفي نفس الوقت اغلى من السعر اللي انت كوكيل بتاخد به هتدي لك مثال عشان ما تطلق بطش هنفترض دلوقتي ان انت لقيت مثلا غرفة تمانها مية وخمسين دولار في الليلة على بوكينج مثلا اوكي حضرتك كعضو ممكن يوصل تمان الليلة لمية دولار طب لو في شخص حابب ان هو يحجز من خلالك من خلال التجربة المجانية اللي انت هتديه له انت كعضو بتدي لشخص مش هيكون عضو هتدي له ان هو يحجز الغرفة دي من خلالك انت فهياخد السعر هيكون مية خمسة وعشرين فهو اخد نص الخصم اللي حضرتك بتاخده والنص التاني بينزل لك كعملات في الحساب بتاعك يعني ببساطة جدا انا بعدت دلوقتي مثلا لشادية انها تحجز غرفة اوكي فهي اخدتها ارخص وانا كسبت فرق السعر ما بين سعر الوكيل والسعر اللي شادية اخدت بيه فهي استفادت وانا استفدت حاجة اسمها وين وين سيتيواشن احنا الاتنين كاسبالين مع بعض وضعت كده طيب تعالي اقول لك كمان على الجزء التاني في السياحة اول حاجة الترافل بورتل اللي هو خصومات على الفنادق رقم اتنين حاجة اسمها فاكيشن فاوتشر من الباكيجز اللي موجودة في شركة جيفو بيبقى عندك حاجة اسمها فاكيشن فاوتشر او قسيمة صفر دي بتكونه عبارة عن ايه بتكون اقامة مدفوعة في فندق طيب الاماكن دي موجودة فين اكتر من ميت مدينة على مستوى العالم ميت وجهة على مستوى العالم تقدر انك انت تختار تحجز فانهي مكان فيهم وكل مدينة بيكون فيها مجموعة من الفنادق طيب ايه الميزة اللي بتقدمها الترافل فيكيشن او الفاكيشن فاوتشر ايه الميزة اللي باخدها من حاجة زي كده الميزة من حضرتك بتكون تقريبا دافع اقل من نص التكلفة بتاعت السفر يعني سيه مثلا حضرتك دلوقتي دفعت مثلا كمثال سبعمية دولار اوكي طيب تلاقي ان قيمة الفاكيشن فاوتشر بتوصل لحد الف وخمسمية دولار في بعض الفنادق عايز اقولك ان فيه اماكن كتير جدا انت نفسك ممكن تكون عايز تروحها من ضمن الاماكن دي مثلا تقدر تحجز في ايطاليا ميلان روما فيناسيا تركيا نفس القصة في انطاليا عندك في فرنسا تقدر تحجز في باريس من ضمن الاماكن اللي انا شخصين ان شاء الله هطلعها قريب جدا جدا السعودية تقدر تحجز في مكة وعندك كمان الامارات تقدر تحجز في دبي ده جزء صغير جدا من المدن اللي انت ممكن تحجز فيها في اكتر من ميت وجهة او ديستيناشن على مستوى العالم كله انت بتاخد اقامة مدفوعة باقل من نص السعر اللي حضرتك المفروض تدفعه في الطبيعي اوكي طيب ايه تاني موجود في شركة جيفو خدمة التعليم الالكتروني خدمة التعليم الالكتروني ببساطة جدا بتقدم لك كرسات الكرسات دي من خلال منصة اسمها مصادر المنصة دي بتدي لك كرسات في مجالات كل الناس تقريبا دلوقتي بتدور عليها خاصة الناس اللي مهتمة انها تزود دخلها من خلال الانترنت زي ايه زي امازون اف بي ايه ايه امازون اف بي ايه ازاي اقدر ابيع على امازون ازاي اقدر اكسب من امازون مجال تاني زي مجال دروب شيبينج ايه هو مجال دروب شيبينج حضرتك تقدر تبيع منتجات في اي مكان في العالم وانت قاعد وتفرج على كمية الارباح اللي انت ممكن تعملها من مجال زي ده لو تعلمته وتعلمته في مكان صح لان منصة مصادر مش بتديلك كورسات مسجلة وخلاص لأ منصة مصادر بتديلك حاجة اسمها انتر اكتف كورسز يعني ايه كورسات تفاعلية بيبقى فيه محاضرات لايف وتقدر انك انت تسأل علشان تستفيد اكبر استفادة اوكي حاجة تانية زي السوشيال ميديا مانجمنت ازاي تمسك صفح تواصل اجتماعي وتقدر انك انت تزود مبيعات في الاماكن اللي انت بتمسك لها الصفح دي الفيديو ايديتينج او المونتاج كمان والكريبتو كارنسي او العملات الرقمية طبعا دي كلها مجالات حضرتك لو مسكت كل مجال من دول وعملت سرشة عليها هتفهم كويس جدا كمية الارباح اللي ممكن تحصل من المجالات دي انت مش بس بتاخد كورسات قوية جدا جدا انت كمان بتاخد شهادة معتمدة من البريتش بورد اوكي اللي موجود في انجلترا طيب اخر حاجة او اخر مجال موجود في شركة جيفو هو مجال التداول لو مش عارف يعني ايه تداول الموضوع بالزبط كده شبه الصرافة حضرتك لما بتروح مثلا اي صرافة بتشتري مثلا دولار اصاب جنيه تمام كده ده لو لقيت الدولار يعني في مصر الفكرة كلها في ايه ان عملية تبادل الفلوس ببعض دي انك انت تشتري عملة بيبقى فيه ارباح مين اللي بيعملها الاسمهائيد دي الصرافة اللي حضرتك بتروحها اوكي حضرتك روح تصرافة فبتشتري دولار بتبيع دولار ففيه مكاسب بتحصل ليه الصرافة من خلال حاجة زي كده الموضوع بتاع التداول او الفوريكس هو حاجة شبه كده مش بالزبط يعني هي شبه كده لكن بيتم من خلال الانترنت تخيل معايا كده لما حضرتك تتعلم مجال زي ده فانت عندك دلوقتي حاجتين اقوى من بعض تقدر انك انت تستفيد منهم في جيفو من خلال مجال التداول رقم واحد انك انت تتعلم مجال التداول علشان تمارسه بنفسك وتبقى محترف فيه فيه ناس بتقدر انها تعمل ارباح يومية من مجال التداول بالمئتين دولار والخمسمائة دولار والالف والالفين واكتر من كده يوميا لكن بشرط انك انت تكون محترف وانا بصراحة ما اخترتش ان انا اشتغل بالطريقة دي انا اخترت الحاجة التانية ايه الحاجة التانية ان انا اقدر استثمر من خلال مجال التداول مع شركة جيفو يعني بيبقى عندي محفظة في حاجة اسمها الفا فينانشل دي منصة اماراتية بقى لها اكتر من 30 سنة على مستوى العالم تبع مجموعة ترايد جروب بتنتلكها الشيخة موزة المكتوم بنت حاكم دبي وببساطة جدا انا اقدر ان انا احط فلوس او احط يعني في المحفظة بتاعتي بحط مبلغ معين علشان يحصل عملية استثمار مش انا اللي بعمل تداول بنفسي بيبقى في ناس محترفين بتوظفهم شركة جيفو علشان يقدروا ان هما يعملوا عملية التداول بدالك مقابل انك انت بتاخد 50% من الارباح وهم بياخدوا ال 50% التانية وعشان كده مجال التداول تقدر انك تتعلمه لو حابب انك انت اتمرسه بنفسك من خلال كورسات قوية جدا للمبتدئين والمحترفين او تقدر لو انت عايز تعمل زي كده بدل ما تتعلمه تقدر انك انت تخلي شخص عنده خبرة اكتر هو اللي يعمل لك ده بدالك بالفلوس بتاعتك مقابل نسبة بياخدها على الارباح اللي بتحصل اوكي طيب انا كده حكيت لك باختصار ايه هي الخدمات اللي شركة جيفو بتقدمها تعالى اقول لك بقى ازاي تقدر انك انت تعمل ارباح من شركة جيفو وعايزك تركز جدا جدا في الربع ساعة اللي جاية دي اوكي لانك انت اصلا داخل الميتنج ده علشان الربع ساعة دي وعشان تعرف ازاي تقدر تزود الارباح بتاعتك بص يا سيدي مبدئيا كده علشان تقدر تعمل ارباح من شركة جيفو رقم واحد محتاج انك انت تكون افليت او تكون وصيد ازاي يكون وصيد هقولك في الاخر عشان ما تطلق بطش لكن خلينا اقولك الخطوة التانية انك انت بيبقى عندك خمس طرق تقدر تعمل بيهم ارباح رقم واحد عن طريق التجارب المجانية لخدمة حجز الفنادق او الفري تريال ببساطة جدا انت كعضو في شركة جيفو الشركة بتديلك عدد من التجارب المجانية على حسب الباكتج اللي انت اخترتها ومن خلال كده تقدر تكسب من خلال التجارب المجانية لاي حد من دارة علاقاتك حابب ان هو يسافر في اي مكان هو هيوفر وانت هتكسب هو هيوفر وانت هتكسب ودائما وابدا احسن بيزنس موديول موجود في العالم ان يكون فيه استفادة للطرفين وده اللي شركة جيفو بتحققه تقريبا في كل المجالات بتاعتك رقم اتنين انك انت تقدر تعمل ارباح من التداول زي ما اتفقنا سواء انك انت بتعمل تداول بنفسك او بيحصل عملية استثمار والشركة هنا بتقولك مش بس الاستثمارات اللي انت هتحطها كمان اي حد من خلالك هيحط استثمارات او هيعمل عملية تداول بنفسه تقدر تاخد نسب من الارباح اللي بتنزل مش نسب على رأس المال طبعا اوكي ودي الطريقة التانية رقم تلاتة ودي بالنسبالي من اقوى الطرق اللي حضرتك هتبدأ تعمل بها ارباح مباشرة وبشكل سريع حاجة اسمها فرست اوردر بونس طبعا كده ايه هي الفرست اوردر بونس هي عبارة عن العمولات اللي مرتبطة بان فيه شخص وكيل انضم من خلال حضرتك لشركة جيفو اسألك سؤال سريع جدا حضرتك اكيد تعرف في دارة علاقاتك ناس حبة ان هي تزود دخلها صح او لمصح اي حد في دارة علاقاتك حابب ان هو يزود دخله وانضم معاك كوكيل في شركة جيفو علشان يزود دخله حضرتك بينزلك عمولة 225 دولار او ربعمية وخمسين دولار على حسب الباكيج اللي الشخص ده اخترها اوكي رقم 4 ودي من الطرق اللي بتضعف لك وقتك وبتخليك بعد فترة ما تبقاش بتشتغل عشان الفلوس بتخلي الفلوس تشتغل عندك اللي هي عبارة عن ايه كل 1800 نقطة بتحصل كمبيعات في الفريق بتاعك تمام الشركة بتديلك عمولة من 90 لمية وتمانين دولار طيب 1800 نقطة دول اللي هم عبارة يعني قد ايه بالضبط فلوس حوالي 2800 دولار مبيعات الفريق بتاعك عمالها فبينزلك عمولة من اول 90 دولار لحد 180 دولار طيب العمولة دي بتبقى مرتبطة بايه بالضبط او النسبة دي بناء على ايه بناء على الردبة اللي حضرتك وصلت لها من اول ردبة المانجر او السيلفر مانجر لحد الجولد والبلاتنم والاليليت وتطلع وحدة وحدة كل ما الردبة بتاعتك بتاعها كل ما نسبتك في مبيعات الفريق بتزيد وبالتالي حضرتك من مصلحتك ان الفريق بتاعك يعمل مبيعات اكتر لانه كل ما الفريق بتاعك بيعمل مبيعات اكتر وهو بيستفيد معاك انت كمان نسبتك بتزيد ودي برضو زي ما كنا بنتكلم من شوية فكرة انتو الاتنين بتستفيدوا بيبقى عندك دافع دايما انك انت تساعد الفريق بتاعك طيب النقطة الخامسة والاخيرة في العمولات اللي شركة تجيبه بتقدمها مرتبطة بانك انت تساعد فريقك انه هو مش بس يعمل مبيعات انه هو يعمل ارباح يعني ايه الكلام ده هنفترض دلوقتي ان انا بدأت اشتغل مثلا مع دعاء وبدأت اشتغل مع سارة اوكي طب بساطة جدا الشركة بتقول لي كل ما تساعد دعاء وكل ما تساعد سارة ان هما يكسبوا هتاخد عشرين في المية على الارباح بتاعتهم فانا ساعدت مثلا دعاء ان هي تكسب الف دولار هتاخدها كاملة من الشركة مالهاش دعوة بيا والشركة هتكفئني وتديني عشرين في المية اللي هي متين دولار وبالتالي انا كشهاد بغض النظر بقى انا شخص كويس او وحش اناني او مش اناني انا دايما عايز دعاء تكسب ودايما عايز سارة تكسب لانه كل ما بساعد دعاء وسارة وغيرهم ان هما يكسبوا مش بس انا بستفيد هما كمان بيستفيدوا وبالتالي مصلحتي هي مصلحتهم ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتساعد اي شخص ينجح في البزنس دا انا في الاول خالص لما كنت بادئ في المجال دا جديد مش هجدب عليك وقولك ان انا كنت يعني اللي هو متطمن لا كنت خايف دي حاجة عادية بس من اكتر الحاجات اللي طمنتني فكرة ان انا مصلحتي هي هي بالضبط مصلحة الشخص اللي انا بشتغل معاه طيب هل دلوقتي لما انا هشتغل هشتغل لوحد كده والموضوع مرتبط بي المهارات او الخبرات بتاعتي الاجابة لأ حضرتك بتكون جزء من فريق قوي جدا جدا اسمه وان تيم هو واحد من الفرق اللي موجودة في شركة جيفو على مستوى العالم منتشر في حوالي خمسين او ستين دولة مختلفة وعايز اقولك ان وان تيم ده بيمتاز بحاجة قوية جدا رقم واحد فكرة الترينينج سيستم او نظام التدريبات بيبقى فيه ترينينج او تدريبات بشكل مستمر بتتم من خلال ابليكيشن الزوم علشان تقدر ان حضرتك تتفرج على التدريبات دي لايف وانت موجود في اي مكان في العالم وبالتالي انت دايما عندك سيستم او نظام عمل ناجح ده اللي بيدربك وبيعلمك وبيتابع خطوة بخطوة طب هيعمل معاك ده ليه مش عشان خاطر انك انت وهو صحاب مثلا او كده دي نقطة بالاضافة ان مصلحتك هي هي بالضبط مصلحة الشخص اللي انت هتتعامل معاه وده من اقوى الحاجات اللي بتنيز تيم وان فكرة فريق العمل احنا بنكون فاميلي او عيلة بنشتغل مع بعض وان تيم هو جزء من منظومة كبيرة جدا جدا اسمها كايزن ارجانزيشن منتشرة تقريبا في كل مكان في العالم كان عندنا مؤتمر صغير كده حصل من فترة المؤتمر ده كان في استاد القاهرة الدولي خلينا كده نتفرج على الفيديو ده في خلال دقيقة وبعد كده هقولك ازاي تقدر تبقى وكيل لشركة جيفو وممكن تكسب كان بعد قد ايه لو اشتغلت معنا اشتغلت معنا اشتغلت معنا طيب ده كده يعني ايه اقل حاجة موجودة عندنا بص يا سيدي من الاخر كده انت لما بتكون عضو في شركة جيفو انت بتستفيد بكل خدمات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية سواء انك انت بتستفيد بالتجارب المجانية انك انت تديها للناس اللي حواليك انت نفسك بتاخد خصومات بيبقى عندك الوكيشن فاوتشر او خدمة الاقامة في فندق بتكون بتدفع تقريبا اقل من نص التكلفة بالاضافة ليه خدمة التعليم الالكتروني في مجالات كتير وخدمة الفوريكس او التداول سواء انك انت بتتعلمه او بتستسمر فيه طيب عشان تبدأ معنا في شركة جيفو انت عندك حاجة من الاتنين يا ام انك انت تبدأ بالباكيج اللي هي اسمها جرو ودي بتكون تمانها الف ربعمية وتلاتين دولار بتديلك مية تجربة مجانية بتديلك خدمة الخصومات على السياحة او الفنادق مدى الحياة اوكي بتديلك اتنين فيكيشن فاوتشر كل فيكيشن فاوتشر واحدة بتبقى لفردين فانت عندك اتنين قسيمة رحلة اتنين فيكيشن فاوتشر كل واحدة تقدر تطلعها في مكان المختلف لو عايز وكمان بتبقى الوحدة لفردين اوكي بتاخد تلات كورسات انت بتختارهم من الكورسات اللي قلنا عليها من شوية سواء امازون اف بي اي دروب شيبينج الفيديو ايدتينج السوشال ميديا مانجمينت كل الكلام ده وكمان بتاخد كورس التداول للمبتدئين وبتاخد خدمة الاستثمار في المنصة بتاعة الفا فينانشل اوكي دي الباكيج اللي تمانها الف ربعمية وثلاثين طيب الباكيج التانية ودي الباكيج اللي انا بدأت بيها وهقول لك ليه دلوقتي مع ان ما كانش معايا راس المال لما كنت مكان حضرتك في يوم من الاياب اوكي الفكرة كلها ان الباكيج دي بيسموها باكيج الانليمتد كل حاجة فيها انليمتد يعني ايه بتاخد خدمة الخصومات مدى الحياة بتاخد عدد من التجارب المجانية غير محدود كل شهر مدى الحياة بالاضافة انك انت بتاخد تلاتة فاكيشن فاوتشر مش اتنين بتاخد كل الكورسات بتاعة جيفو يونيفورستي وحتى لو فيه كورسات نزلت جديدة فانت كمان بتاخدها بشكل مستمر حتى الحاجات اللي انت لسه ما دفعتش تمانها اصلا ولسه هتنزل هتقدر انك انت تاخدها مدى الحياة بتاخد كورس التداول للمبتدئين واللي اهم من كده كورس التداول للمحترفين عايز اقولك ان الكورس ده الوحده فيه بعض الناس بتاخده باكتر من 2000 دولار ده الوحده غير بقية الخدمات اللي احنا بنتكلم عليها وطبعا خدمة الاستثمار من خلال الفا فينانشل طيب السؤال دلوقتي لما انا كنت مكان حضرتك في يوم من الايام انا كان عندي تلات مشاكل مش بس ان انا ما كانش معايا راس المال لأ انا كمان كان عندي شوية مشاكل تانية هحكيلك عليها رقم واحد ان انا مروح تتكلم مع اهلي في البيت اول ما عرضت عليهم الفكرة دي في يوم من الايام هما ما كانوش مقتنعين باي حاجة شايفين اصلا ان اي شغل من خلال الانترنت ده تضيع وقت واي كلام انا يا جماعة والدي اصلا رجل مهندس قعد فترة كبيرة بيشتغل في السعودية كمهندس وبعد كده رجع فتح مشروع خاص به ده اللي كان بيحصل زمان من عشرين تلاتين سنة كده كان كل الناس بتعمل كده في مصر بتسافر بتعمل شوية فلوس ترجع تفتح مشروع طيب في الزمن اللي احنا فيه ده خاصة بعد الكورونا اوكي العالم اتغير تماما وجهة نظر الناس عن المشاريع وعن الشغل اختلفت تماما عندك مثلا شركة زي شركة جوجل من بعد الكورونا بدأت تفعل جدا home based business او عمل يدار من المنزل او المكان تتشتغل من البيت ده بدأ يتفعل جدا جدا في شركة جوجل بدل ما الشركة تقعد تفتح مكاتب كتير في كل مكان في العالم بدأت تخلي الانترنت هو المكان اللي انت بتشتغل عليه من البيت عشان كده لما لقيت المشاكل دي قدامي بدأت ان انا اتعامل معها لسبب واحده بس ان انا بصراحة لما كنت مكان حضرتك في يوم من الايام وخليني كده حكي لك البدايات انا مش بس ما كانش معايا رأس المال ومش بس الناس اللي حواليا كانت معترضة انا كان بقالي حوالي اربع سنين بشتغل في الوظيفة وللأسف بعد اربع سنين شغل في الوظيفة ما كانش معايا رأس المال ان انا ابدأ مشروع صغير جدا جدا بألف وربعمائة دولار اوكي ولو انا حبيت افتح صيدلية مثلا خاصة بي علشان خاطر ان انا يعني اترقى بقى في حياتي وكده الصيدلية لقيت ان هي محتاجة من اربعين لخمسين الف دولار علشان اقدر افتح صيدلية تدخلي دخل كويس اوكي فانا لما بدأت المجال ده الموضوع بالنسبالي كان عبارة عن حل لمشاكل كتير جدا جدا كانت موجودة في حياتي اولهم ان انا حسيت ان لو اعدت اشتغل في الوظيفة طول حياتي هفضل دايما باشتكي من قلة الفلوس تعالى مع بعض كده نشوف في الزمن اللي احنا فيه ده هل تعرف موظف عنده فائد من الفلوس وبيحوش وحياته مستقرة وتمام قليل جدا 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 ممكن يكون واحد او اتنين في المية من الموظفين اللي ممكن تكون حياتهم بالشكل ده لكن معظم الموظفين دايما بيشتكي من قلة الفلوس وقلة الدخل خاصة ان دايما بيحصل تضخم ودايما قيمة الفلوس اللي حضرتك بتقبضها بتقل مع الزمن زي ما حصل في مصر وزي ما حصل في كل دول العالم اصلا خاصة في الفترة الاخيرة طيب تعالى اقول لك انا ليه حلت المشاكل اللي كانت موجودة عندي رقم واحد ان انا ما كانش عندي الفلوس او كان عندي مشكلة في رأس المال حلت المشكلة دي لسبب اساسي ورئيسي ان انا لقيت ان رأس المال اللي هدفعه عشان ابدأ في المجال ده هو حاجة مش مستهلكة يعني ببساطة جدا فيه فرق كبير ما بين انك انت بتدفع مثلا الف دولار مثلا تشتري ايفون فدي حاجة مستهلكة الفلوس مش هترجع لك تاني ومش هتزيد او انك انت تدفع رأس مال علشان تبدأ مشروع فتستسمر وقتك وتستسمر مجهودك علشان يدخل لك فلوس بعد كده وده اللي حصل لي بالزبط قصة انها لقيت ان فيه شباب سنهم صغير جدا بدأوا الشغل ده من سنة سنتين تلاتة ولقيت الناس دي قدرت تحقق مبالغ ضخمة جدا جدا من شغلهم لقيت يا جماعة واحد بقاله سنة ونص وراكب عربية بيم دابليو من الشغل ده لقيت واحد تاني فاتح مشاريع من الشغل ده لقيت واحد تالت هو كان ما عندوش حتى رأس المال ان هو يبدأ وقدر بعد كده ان هو يجوز نفسه ويبقى عايش حياة كويسة جدا جدا فانا كان بالنسبالي ان انا ابدأ المشروع ده حتى لو ما كانش معايا رأس المال وانا مش بحب استلف بس كان بالنسبالي هو ده حل لمشاكل كتير جدا جدا كانت موجودة في حياتي والحمد لله كان احسن قرار اخدته طيب رقم اتنين لما لقيت ان اهل معترضين بدأت ان انا فتكر المقولة اللي بتقول علموا اولادكم عادات غير عاداتكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم ما ينفعش يا جماعة ان انا افضل اشتغل نفس الشغل اللي اشتغلوا ابويا وجدي وجدي جدي لان الزمن بيتغير تخيل معايا كده لو حضرتك في سنة الفين تلاتة وعشرين سايب الانترنت وسايب كل المهارات اللي ممكن تتعلمها من خلال الانترنت وسايب مجالات زي والفوريكس والافليت ماركتينج وكل الكلام ده وقلت بص انا هشتري محل وحط بضاعة واستنى زباين تجيلي انت هتكون بتشتغل شغلانة تلاتين اربعين مئة سنة فاتت هتشتغلها في زمن مختلف تماما عن الزمن اللي انت كان المفروض تعمل فيه ده من الاخر كده ماينفعش انك انت تلبس تربوش في عصر الايس كاب ماينفعش انك انت تشتغل حاجة قديمة جدا جدا ومستنى انك انت حياتك تتحسن وتتطور وعشان كده لو بصيت حواليك هتلاقي فيه شباب سنهم صغير وعملوا ملايين من الانترنت باختلاف بقى المجالات فيه ناس على اليوتيوب بيعملوا ملايين من اليوتيوب وفيه محتويات هادفة جدا جدا فيه شباب من مجال دروب شيپنج اعرف واحد عنده 21 سنة ودخلوا الشهري ما بيقلش عن 20-30 ألف دولار من مجال دروب شيپنج اعرف ناس يا جماعة سنهم صغير جدا اللي عنده 17-18 سنة وبيتعلم جرافيك ديزاين وده من ضمن المجالات اللي ممكن تتعلمها معنا وبيكسب في الشهر 1000-2000 دولار وهو سنه 17-18 سنة الفلوس دي ممكن يكون فيه ناس بقى لهم 20-30 سنة في الوظيفة مش بيقدروا انهم يعملوها بسبب اختلاف الزمن واختلاف المجالات اللي ظهرت في آخر فترة اوكي خلينا اقولك على المشكلة الاخيرة علشان نخلص مع بعض الميتنج ده المشكلة الاخيرة دي كانت بالنسبة لي المشكلة الأكبر والأهم ان انا كنت خايف يكون المجال ده مجال كويس وكنت خايف ان انا بعد ما استلف راس المال ما اقدرش ان انا انجح في الشغل ده ما اقدرش ان انا اعمل نتايج فيه من الآخر كده لو حضرتك قبلت شهاب اول ما تعرض علي المجال ده ولا كان عندي المهارات اللي ممكن اكون اكتسبتها في الشغل ده ولا كان عندي خبرة ولا كنت فاهم في اي حاجة تماما يا دوبك كنت لسه بتعلم علشان اقدر ان انا انجح في المجال ده طيب ايه الحاجة اللي طمنتني وخلتني اخد قرار ان انا اروح استلف فلوس ما كانتش معايا وابدأ مجال عمري ما اشتغلته قبل كده هو تلات حاجات الحاجة الاولى نظام التدريبات لقيت ان الناس اللي بتنجح في الشغل ده هم ما عندهمش خبرة في حاجة معينة هم انضموا للمجال ده وفيه تدريبات قوية جدا ونجحة جدا كل الناس اللي بتطبق نظام العمل ده بتنجح مفيش حاجة اسمها افرد اشتريت عربية مقدرتش اتعلم السواقة مفيش حاجة اسمها كده اللي بيشتري عربية وبيتعلم السواقة بيعرف يسوق حتى لو ما كانش شاطر في الاول نفس الموضوع مفيش حاجة اسمها افرد بدأت جيفه وما تعلمتش او ما قدرتش ان انا اتعلم ازاي اعمل تسويق هو اللي بيبدأ في جيفه وبينشي على نظام العمل ونظام التدريبات بينجح وبيعمل نتايج تمام كده وعشان كده نظام التدريبات ده هتتعلمه سواء من خلال الشخص اللي دعاك او من خلال الفريق اللي حضرتك بتشتغل معاه وهو تيم وان طيب رقم اتنين فكرة المصلحة المشتركة فكرة ان مصلحتي هي مصلحة الشخص اللي دعاني وبالتالي انا متطمن ان هو عمره ما هيأثر معايا تخيل كده لما حضرتك تبدأ معانا هنكسب مرة عمولات قليلة جدا جدا لما حضرتك تنجح معانا هنفضل نكسب والعمولات هتفضل تزيد عشان كده احنا مش بنبص تحت رجلنا عندنا مقولة بتقولك ابني ناسك قبل ما تبني شكاتك الاساس بالنسبان مش انك تبدأ انك تبدأ ده بالنسبان هو بداية العلاقة اللي بيننا وبينك لكن لما حضرتك تتعلم صح وتجبر وتنجح وتعمل عمولات وتترقى هو ده هدفنا الاساسي مش عشان احنا ملايكة علشان الشركة بتقول لنا لما تساعدوا الناس الجديدة ان هما يكبروا ويكسبوا انتو كمان هتكسبوا اكتر وهتفضلوا تستفيدوا من الحاجة دي لو ما ساعدتش الناس اللي بتتبأ معاك واحدة واحدة هتلاقي نفسك بتخسر في المجال ده او مش بتكسب ما فيش عندنا حد بيخسر هتلاقي نفسك مش بتكسب في المجال ده اوكي رقم تلاتة والاخيرة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اننا لا نضيع اجر من احسن عملة ربنا بيقول لك اسعى واحسن عملك يعني اتقن عملك وربنا كده كده هيكربك ما فيش حاجة اسمها طب افرد سعيد ربنا ماكرمنيش هو ده مش كلامي ده وعد ربنا لي وليك والكل الناس اللي في الدنيا ما فيش حاجة اسمها افرد صميت ما دخلتش الجنة افرد فتحت صيدلية ما فيش حد عي تمام او ما فيش حد جي يشتري دواء افرد مثلا اشتغلت محامي الناس كلها اتصافت وما بقاش في مشاكل بين الناس وبعضها ما فيش حاجة اسمها كده احنا كبشر اللي علينا ان احنا نسعى وربنا سبحانه وتعالى كريم جدا وعطاء جدا جدا وبيدي كل واحد على قد تعبه وتأكد من ده بنسبة مية في المية وعشان كده لما انا بدأت المجال ده اه كنت خايف اه ما كانش معايا راس المال سعايز اقول لك بعد اول سنة بدأ يحصل نتائج كبيرة جدا الحمد لله السنة التانية قدرت ان انا جيب عربية من الشغل ده كونت نفسي محتاجتش تماما لدعم من اهلي علشان اقدر ان انا اتجوز من غير محتاج اي مساعدة من البيت وده كان هدف بالنسبة لي اساسي زي ما ممكن يكون فيه هنا شباب كتير جدا انت نفسك انك انت تجيب شقة وتتجوز وتكون نفسك فيه هنا موظفين نفسك انك انت تزود دخلك تخيل معايا لو انت اشتغلت ساعتين تلاتة جنب شغلك الاساسي ودخلك بقى بيزيد شهريا بقيمة خمسمية او الف او الف وخمسمية دولار كل شهر زيادة في الدخل بتاعك اكيد ده هيخلي حياتك افضل عندنا ربطنا نازل كتير بيشتغلوا من البيت من خلال الانترنت وبيقدروا ان هم يساعدوا في مصاريف البيت علشان يخلوا حياتهم افضل ويدخلوا لدهم مدارس احسن كلنا بنشتغل عشان الهدف ده ان احنا عندنا اهداف معينة عايزين نحققها عندنا ناس فعليا كل ما هتساعد شريك دخل معك جديد ان هو يكبر كل ما انت هتكبر وعشان كده بعد ما نخلص الميتينج ده كل اللي مطلوب منك انك انت تعمل ايه هترجع ليه الشخص اللي دعاك للميتينج ده هتقول له حاجة من الاتنين يا اما ان انا تشرح لي كل حاجة خلاص وفهمت تمام وانا اخترت ان انا ابدأ معاك دلوقتي طب ليه ابدأ دلوقتي ما ابدأش مثلا كمان اسبوع او كمان شهر لان فعليا الشخص اللي حضرتك دلوقتي انضميت للميتينج ده من خلاله الشخص ده هو واخد قرار ان هو في اول كوارتر او اول ثلاث شهور في سنة 2023 ان هو بيختار ناس معينة يكونوا معاه في الفريق بتاعه علشان هيساعد الناس دي ان في خلال سنة 2023 ان شاء الله انك انت تحقق ارباح من خمستاشر لعشرين الف دولار في خلال التسع شهور اللي بعد نهاية شهر مارس فلو انت واحد من الناس الجد والناس الطموحة ده انسب وقت انت ممكن تبدأ فيه لانك انت هتكون من الاشخاص اللي الشخص اللي دعاك بيختارهم علشان يبدأ بيهم بداية قوية في سنة 2023 طيب دي اول حاجة لو انت واخد قرار طيب لو انت لسه عندك شوية اسئلة او شوية استفسارات او فيه حاجات ممكن ما تكونش واضحالك بنسبة 100% المفروض ان انا اعمل ايه ما فيش مشكلة خالص بعد ما نخلص ارجع للشخص اللي دعاك وقول له انا عندي اسئلة واحد اتنين تلات اربعة جهز كل اسئلتك وارجع للشخص اللي دعاك هيزبط لك ميتنج تاني او اجتماع تاني مع حد من الليدرز او القادة اللي موجودين في تيم 1 علشان يجاوب لك على كل الحاجات دي ونصيحة مني اوعى تاخد قرار من غير ما تبقى فاهم كل حاجة سواء انك انت متحمس للموضوع ما فيش مشكلة افهم اكتر او سواء انك انت عندك حاجات لسه مش فاهمها اوعى تقفل الباب عشان انت لسه ما فهمتش كل حاجة ليه علشان ممكن يجي عليك يوم الايام انت تندم انك انت ما سألتش تندم انك انت ما فهمتش كل حاجة تندم انك انت ما قعدتش ميتنج تاني وانت كان عندك شوية نقط محتاج انك انت تسأل فيها ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي انا شخصية لما كنت مكانك كنت خايف جدا ان انا عشان سمعت شوية معلومات قليلة وعلى فكرة الايجابي لان ما كانش في حد فهم حاجة وفعليا احنا كمصريين تحديدا بنحب نفتي فلما رحت كده كلمت الناس اللي حوالي للأسف حرقت شوية ناس عن فاضي وكمان سمعت كلام لغبطني اكتر فالميتنج التاني او الاجتماع التاني اللي هيحصل مع الشخص اللي دعاك دي الحاجة اللي هترتب لك افكارك وتبدأ توري لك شوية ادلة واسبتات اكتر لو انت حابب تاخد المعلومات لمستوى ابعد وعشان كده دايما خد قرار ناحية اي فرصة بتعرض عليك علشان ما تجيش في يوم الايام وتقول يا ريتني كنت فكرت كويس يا ريتني كنت استغليت الفرصة دي زي ما انا كتير جدا بسمع مثلا والدي بيقول يا ريتني كنت اشتريت حتة ارض في التجمع الخامس من 20-30 سنة المتر زمان كان ببلاش دلوقتي بملايين هو نفس الموضوع بالضبط انا ما كنتش حابب ان انا الشخص اللي ااجي في يوم من الايام واقول يا ريتني كنت استغليت الحاجة دي ليه لان انا كان قدامي حاجة من الاتنين يبدأ المجال ده تمام تنجح فيه وعمل نتائج كبيرة جدا والموضوع يبقى حقيقي وبجد اوكي يا اما ان الموضوع يطلع وهمي او ان انا ما عملش نجاحات فيه بصراحة انا فضلت ان انا كون جوه الموضوع حتى لو الموضوع ده هيطلع وهمي بدل ما كون برا المجال ده تماما والموضوع اكتشف في الاخر ان هو حقيقي ليه لان التجربة هي اكتر حاجة ممكن تعرفك على الفرص واكتر حاجة ممكن تخليك توصل للفرصة اللي انت بتدور عليها طول حياتك اضمن لك انك انت لو ما بدأتش معانا في المجال ده مش هتنجح فيه مفيش حد بينجح في حاجة ما بدأهاش صح ولا نصح طب لو انت بدأت معانا في المجال ده انت عندك احتمال 50-50 انك انت تنجح طب لو انت حضرت تدريبات احتماليات النجاح بتزيد واحتماليات الفشل بتقل طب لو انت اشتغلت اكتر وركزت اكتر احتماليات النجاح بتزيد والفشل بتقل وهو ده اللي انا عملته مفيش حد بيفشل في حاجة هو بيحاول فيها وناس عايزة مصلحتك أنا بجد كنت سعيد جدا جدا إن أنا مع حضراتكم في الميتينج ده بتمنى لكم كل الصحة وكل التوفيق وكل النجاح بعد ما نخلص ارجع للشخص اللي دعاك مباشرة علشان تبدأ تشوف إيه الخطوة اللي جاية سواء إنك إنت واخد قرار يلا بينا أو عندك أسئلة أو استفسارات يلا بينا برضو علشان نجاوب لك عليها أنا بجد يعني كنت فخور إن أنا مع حضراتكم في الميتينج ده بتمنى لكم كل الصحة وكل التوفيق وكل النجاح كان معاكم شهاب خلف مؤسس تيم وان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته